الدعم ديال السكن اللي غادي نعطي عليه معطيات وأرقام أيضا جملة من الإجراءات كصندوق المقاصة كالحوار الاجتماعي كالحوارات القطاعية فكل هذه الإجراءات قامت بها الحكومة طبعا للهدف ديالها هو أن نحافظ على الأسعار في مستويات معقولة بخصوص الدعم ديال السكن كيف ما قلت ليجى في بعض الأسئلة إلى غاية 31 يناير تم تسجيل 41.662 طلب منها 76% من هذه الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300.000 درهم 24% موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمتهما بين 300.000 و700.000 81% من هذه الطلبات يعني عبار عنها مواطنون مقيمون بالمغرب 19% المتبقية من مغاربة العالم 37% من هذه الطلبات تهم النساء 63% تهم الرجال متوسط السن وهذا رقم مهم يجب أن ننتبه له كثيرا هو 40 سنة إذن الهدف ديالهد الدعم ديال السكن هو أنه أن يتوجه إلى الشباب وأن يتوجه إلى المقبلين على الزواج هذه الأرقام تؤكد بأن هذا الدعم يهم هذه الشريحة طبعا هو دعم مفتوح لجميع الشرائح لكن الحكومة كانت تستهدف في إطار تدخلاتها التي تهم الأسرة المغربية لأنه الدعم الاجتماعي كما سبق لي أن شرحت هذا الموضوع في ندوات سابقة يهم الأطفال للبقاء في المدرسة أم متضامن يهم الأسرة الدعم السكن أيضا يهم الأسرة فهذه تدخلات كلها الهدف منها كيف يمكن للحكومة أن تقدم سياسات عمومية تقدم أجوبة للأسرة المغربية وحتى الدعم المتعلق بالتنقل وبالدعم المواد والمدخلات الفلاحية كلها في نهاية المطاف تستهدف هذه الأسرة لكي نحصنها لأنها هي النواة الصلبة للمجتمع ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل اشتركوا في القناة